السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين يا ربكم بخير بالنسبة اللي بتفرج عليها الاول مرة ما ينساش اللايك ويشترك في القناة واهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد كل ما يخص الالكترونيات والترددات الفضائية والاحداث الرياضية فحلقة النهاردة جاب لكم خناة جميلة جدا على النائل سات القناة بتارض افلام اجنبي وافلام متميزة جدا وافلام رعبة وافلام حصرية وكل الافلام الاجنبية الجديدة وخناة جميلة جدا عشان نضيف القناة دي ان لو الجهاز بتاعي بالقايمة الانجليش كل اللي بعمله بضغط على زرار المينيو واختار كلمة بضغط عليها اوكي هينقلنا للقايمة اللي بعد كده بختار منها واضغط عليها اوكي وانا واقف على الاترنز بوردر بضغط على الاوكي هينقلنا لقايمة الترددات كل اللي بعمله بضغط على زرار الاحمر من الرمود واضيف التردد بتاعي عشرة تمانية سبع تلاتة معدل الترميز بتاعي سبع وعشرين خمسمية والقطبية يعني عمود طبعا لو ظهر لك كلمة دي كلمة الترنز بوردر يعني الترنز بوردر بتاعي موجود في الجهاز او الترنز بوردر ده التردد متخزن قبل كده يعني القناة كانت موجودة ممكن وعودت للعمل مرة تانية كل اللي بعمله بعلم اوكيها التردد وبعدين ادوس على زرار الازرق واوكيها مرة تانية هيبتدق قنوات ينزل معايا بدون اي مشاكل خلاص القنوات نزلت بضغط على الاوكيها عشان نحفظ القنوات بتاتي مجرد ما بخرج من القيمة دي واستعرض قيمة القنوات بالاوكي هلاق قناة مكتوبة عليها اسكيري اسكيري تيفي طبعا القناة كانت موجودة على نايل سات من زمان وقفلت ورجعت اشتغلت مرة تانية بتاريخ الحلقة قناة جميلة جدا ومتميزة وانا شايف ان هي من اروع القنوات الاجنبي الموجودة على نايل سات القناة رجعت للعمل مرة اخرى وبتعمل على تردد عشرة ثمانية سبعة ثلاثة معدل الترميز سبعة وشرين خمسمية والقطبية في او فيرتكال او عمودي القناة اسمها اسكيري تيفي ومعظم القنوات الاكشن الموجودة على نايل سات محتواها متميز وجميل عشان كده باهتملكوا او البول بالقنوات اللي هي بتاورد محتوى اكشن وبكل التغييرات اللي بتحصل عليها كده حلقة النهاردة خلصت اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته